طيب على صعيد اخر يا حضرات كرم كابتن محمود الخطيب بالامس اللاعب مصطفى عسل طبعا لاعب سكواش النادي الاهلي بعد ما تود مؤخرا ببطولة العظماء الثمانية للمرة التانية على التوالي طبعا بعد ما فاز على نظيره نيوزيلاندي بول كول المصنف التاني عالميا قام كابتن محمود الخطيب باهداء مصطفى عسل درع وعالم النادي الاهلي طبعا واعرب عن تقدير كل اعضاء مجلس الادارة لهذا الانجاز الكبير الذي تحقق واللي الحقيقة بيحمل اللاعب مصطفى عسل مسؤولية كبيرة جدا في المرحلة المقبلة طبعا شيء عظيم اللي حصل وشيء مشرف وشيء يعني مطمئن للجاي احنا عندنا ابطال عالميين بكل ما تحمله كلمة عالمية من مواصفات إذا ما أوتيحت لهم الفرصة وطبعا دي حاجة تحسب أكيد لكل الناس اللي بيلعبوا في النادي الاهلي في الفرق المختلفة واللي مؤخرا مفرحين جدا الحقيقة بس مصطفى عسل يا كنينو هنتكلم عنه تحديدا بجد من اللعيبة اللي عندهم انتماء شديد جدا للنادي الاهلي مش يكري بس ان هو بيتكرم الفكرة كلها اللي انت لو شفت التصريحات بتاعته حتى لحظة تلفوز بعد ما فاز على طول قال لك انا بشكر جماهير النادي الاهلي ان كان فيه مطش الاهلي وبرمتز وقتها وفي نفس الوقت الناس كانت بتتفرج فانت فاهم قد ايه كان فيه يعني برضو زي ما تقال انتماء او كان فيه عرفان للجميل مش هو مش جميل في الارف الاخر ده احنا يعني ده دورنا والناس بتبقى سعيدة وهي بتشجع اي اهلاوي ان هو بيشرف اكيد النادي الاهلي وكمان مصر بس انا بتكلم عن عسل تحديدا لان هو عنده ارتباط كبير جدا بالنادي الاهلي ولما انت بتيجي بعد ما بتفوز وبتوصل لرتب عالية وبعد كيه بتفتكر المكان اللي وقف جنبك والدعم اللي كنت بتحصل عليه فحلو ده جدا ده مش هاد رائع بصراحة وانا بحب المصافة عسل من الناس او اللعيبة اللي انا بحبهم فعلا جدا فجود لك ان شاء الله لللي جاي وكانت مش هاد طبعا حلو جدا التكريم التكريم المعناوي كمان بيدي دفع معنوية كبيرة انا بحب جدا اللعب او الشغل على حتة دي كريم النفسية بتفرق بشكل كبير جدا اكيد يعني اي حد بيبس المجهود وبيشرف النادي اللي هو بيمثله وبيفرح جماهير النادي اللي هو بيمثله اكيد لازم يبقى فيه تقدير وطبعا دي سمة يعني غلبة على النادي الاهلي من قديم الازل